بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس 220 الأخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القضاء في الإسلام وكنا قد انتهينا إلى أحكام الإقرار لأنه أحد الطرق القضائية فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله فالإقرار هو الاعتراف بالحق مأفوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه والإقرار إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير لا إن شاء قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله التحقيق وأن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعن وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر وإن لا فهو شاهد فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا وإنما هو خبر محض وليس الإقرار بإنشاء وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر انتهى كلامه رحمه الله ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره فلا يصح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به ويشترط لصحة الإقرار أيضا أن لا يكون المقر محجورا عليه فلا يصح من صفيه إقرار بمال ويشترط أيضا أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه وإن ادعى المقر أنه أكره على الإقرار وأنه لم يقر باختياره قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة على دعواه ويصح إقرار المريض بمال لغير وارسه في حال المرض لعدم التهمة في ذلك ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه وإن ادعى إنسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه واعتبر إقراراً يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ كان يقول لمن ادعى عليه صدقت أو نعم أو ألم قر بذلك ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار فلو قال له علي عشرة إلا خمسة لزمه خمسة وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف ويشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصلاً باللفظ فلو قال له علي مئة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفاً أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقاً قد لزمه وإن باع شيئاً أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ البيع ولا غيره لأنه إقرار على غيره لكن يلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه ويصح الإقرار أيضاً بالشيء المجمل وهو محتمل أمرين فأكثر على السواء وهو ضد المفسر فإذا قال إنسان لفلان علي شيء أو له علي كذا صح الإقرار وقيل للمقر فسره ليتأتى إلزامه به فإن أبى تفسيره خبس حتى يفسره ليجوب تفسيره عليه لأنه حق عليه يجب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه وإن قال لا علم لي بما أقرت به خلف وغر ما أقل ما يقع عليه الإسم وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء وإن خلف تركه لاحتمال أن يكون المقر به غير مال وإن قال له علي ألف إلا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك هو مقتضى لفظه لأن الثمانية هي ما بين واحد وعشرة وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية في المغياء لكن عند بعض العلماء أن الغاية إن كانت من جنس المغياء دخلت فيه وإلا فلا وإن قال له ما بين حال الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما وإن أقر لشخص بشجرة أو بشجر لم يشمل إقراره الأرض التي عليها ذلك الشجر فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها لأن الظاهر وضعها بحق أما لو أقر ببستان فإنه يشمل الأشجار والبناء والأرض لأن البستان اسم للجميع وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل فهو مقر بالمظروف دون الظرف وهكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغيران لا يتناول الأول منهما الثاني ولأنه لا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار لا يلزم مع الاحتمال وإن قال هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان رجع في بيان حصته رجع في بيان حصة الشريك إلى المكر وقيل يكون بينهما نصفين لأن هذا هو مقتضى القاعدة في أن مطلق الشركة يقتضي التسوية بين المشتركين ويؤيد ذلك قوله تعالى في الإخوة الأم فهم شركاء في الثلث أيها المستمعون الكرام يجب على من عنده حق لغيره الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل قال الإمام الموفق ابن قدامة في الكافي والإملال هو الإقرار والحكم بالإقرار واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أونيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهم ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلا أن يجب بالإقرار من باب أولى لأن الإقرار أبعد عن الذيبة وبختام هذه الحلقة أيها المستمعون ينتهي هذا البرنامج ونسأل الله أن يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص وأن ينفعنا والمستمعين بما فيه من الصواب وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين